وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا سوف أكرر الآية مرتين ثم أسألكم من حفظها منكم أنا حفظتها يا شيخ أحفظتها من مرة واحدة؟ نعم إذن اتلها علي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله العظيم بارك الله فيك يا محمد إني أحفظ القرآن منذ عشرين سنة ولم أجد طفلا ولا حتى شابا له نفس قدرتك على الحفظ إنها موهبة من يزك بها الله على سائر الأطفال ليست الآية فقط أنا أحفظ الصورة كاملة كلما قرأت آية أحفظها من أول مرة من أول مرة؟ نعم وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المغرور أتظن أن هذه قدرتك الخاصة؟ ليست مغرورا يا خالد وإنها قدرتي فعلا ليه بل هو العفريت الذي يمسك عفريت؟ نعم عفريت شرير يساعدك على الحفظ ثم يأمرك فتطيعه ثم يجعلك شريرا مثله لا لم يمسسني عفريت أنت الآن لا تشعر به ولكنه سيأتيك في ظلمة الليل وستراه بعينك لا لا لن أرى العفريت لن أرى العفريت محمد قم يا محمد قم يا بني حتى تتناول إفطارك ثم تذهب لجلسة تحفيظ القرآن أمي؟ صباح الخير يا حبيبي لماذا أرقصتني يا أمي؟ ونحن ما زلنا بالليل لا يا محمد لقد طلع النهار ولماذا لم تفتح النافذة حتى يدخل الضوء؟ لقد فتحت النافذة بالفعل والحجرة مضاءة يا ولدي مضاءة؟ ولكني لا أرى شيئا كيف؟ ألا تراني الآن؟ لا أنا أسمعك فقط لا أرى شيئا يا أمي لا أرى شيء أحمد أدركني يا أحمد أمه ماذا جرى؟ أخوك يا ولدي يقول إنه لا يراني ولا يرى شيئا ألطف بنا يا رب خيرا أيها الطبيب خيرا إن شاء الله كل ابتلاء من الله خير تقول ابتلاء؟ لقد أصابت عين الولد كمية كبيرة من الطراب في عاصفة الأمس أفقدته البصر ابني صبرا يا أمي لا بد له من علاج العلاج سيكون صعبا وطويلا تعني تعني أنه سيظل كفيفا لفترة طويلة؟ أدعو الله أن يخفف عنه وعنك وأن يعود إليه بصره يوما ما يا حبيبي يا بني يا حبيبي يا محمد يا حبيبي ألم تقرأ قول الله تعالى وبشر الصابرين بلى يا أمي وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلى وفهمت أنهم يدخلون الجنة يوم القيامة دون أي حساب وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ولكن لماذا ذكر الله الصبر قبل الصلاة؟ مع أن الصلاة هي عماد الدين لأن الصبر هو الذي يقوينا على أداء الصلاة وسائر العبادات وهو نوع من الصبر اسمه الصبر على الطاعة وهل الصبر أنواع؟ طبعا هناك أيضا الصبر على المعصية بألا نفعلها والصبر عند المنع والصبر عند العطاء والصبر على الأذى والصبر عند المصيبة وما أصعب أنواع الصبر؟ الصبر على الطاعة لأننا نملك ألا نطيع ورغم ذلك نطيع وما أسهل أنواع الصبر؟ الصبر عند المصيبة لأننا لا نملك ساعتها إلا أن نصبر يا رب يا حنان يا منان يا بر يا تواب يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا شافي يا رحيم يا رحمن اللهم اشفي ابني محمد ورد إليه بصره يا رب اللهم اشفيه شفاء سريعا لا يغادر سقما اللهم الطف به وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفه وصغر سنه وأعد إليه نور عينه ليرى الكون كما أنرته بنورك الكريم أهلا يا أم حسان تفضلي الوقت متأخر وجئتك لأعتذر لك لن أستطيع تزديد الدين اليوم كما اتفقنا ها؟ والله ليس معي والله ليس معي إلا ما أطعم به أولادي انتظريني حتى نهاية الشهر وكيف ستأتين بالمال؟ ربما استطعت أن أقترد مالا من أهل زوجي المتوفي أتستدينين لتسددي ديني عندك؟ ليس لدي حل آخر لا يا أم حسان لن أنتظر حتى نهاية الشهر ماذا؟ لن أنتظر هذا الدين بعد اليوم اعتبريه هدية مني لأولادك الصغار يا لك من امرأة كريمة بارك الله فيك وشفى ابنك إن شاء الله يا رب لا أعرف كيف صبرت على هذا الدين كل هذا الوقت يا بني ألم تسمع قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة؟ ولكنك تنازلت عن الدين كله في النهاية ألم تسمع تكملة الآية؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم ولكننا في حاجة إلى هذا المال يا أمي وفي حاجة إلى فعل خير يقربنا إلى الله فيستجيب دعاءنا ويشفي أخاك محمداً ويرد إليه بصرة في هذه الليلة رأت أمي في المنام سيدنا إبراهيم عليه السلام يدنو منها ويقرئها السلام وعليك السلام يا خليل الله ورحمة الآي وبركاته قال لها نبي الله إبراهيم بشراك يا أم محمد لقد قبل الله صدقتك لجارتك وقبل دعاءك ودعاءها لابنك بالشفاء تعني أن الله قد شاف ابني محمداً الحمد لله الحمد لله قال الخليل عليه السلام نعم قد رد الله بصر ابنك قوم إليه لتريه بعينك وهو يرى الدنيا كلها بعين محمد أمه أتراني يا محمد نعم أراك يا أمي وأرى الدنيا كلها يا حبيبي يا محمد يا حبيبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فور أن عاد إلي بصري إن دفعت إلى مكتبة أبي أنهل منها كنت أقرأ بشغف كالذي كان جوعان بشدة ثم وجد أمامه فجأة مائدة طعام عامرة وجدت نفسي مهتما بكتب الأحاديث النبوية على وجه الخصوص وظللت أقرأ فيها سنين طويلة حفظت الكرآن الكريم كاملا وآلاف الأحاديث النبوية الشريفة لم أكتفي بالقراءة كنت أدون ملحوظاتي ساعة بساعة مرحبا شيخانا ومعلمنا يا محمد سأسافر في رحلة طويلة وسأترك المسجد أسبوعين كاملين أسبوعين؟ ومن سيخطب الجمعة؟ أنت؟ أنا؟ نعم كنت تنوب عني في درس العشاء عندما أتغيب عنه خطبة الجمعة أصعب من درس العشاء أنت لها يا محمد أنت أنجب تلاميذي لك قدرة مدهشة على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية كما أن لك تأثيرا قويا على كل من يسمعك رغم أنك لم تكمل عامك السابع عشر نعم يا سيدي ولكن قضي الأمر يا تلميذي العزيز خذ هاتين واحفظهما جيدا وما هما؟ الخطبتان اللتان ستلقيهما في غيابي لقد كتبتهما لك حتى أسهل الأمر عليك إذن لا بد من صلاة استخارة أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال أيضا في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا صدق الله العظيم إنها مسئوليتنا نحن المسلمين أن نتحقق من صحة الأحاديث ثم ندونها ثم نشرحها ثم نحفظها لكل الأجيال من بعدنا يا بخاري أعطيتك خطبتين تقرأهما على الناس في الجمعة فتركتهما وجئت بخطبتين من عندك صحيح؟ والله يا شيخانة ما تصورت أنك تلزمني بهتين الخطبتين وما تصورت أنا أنك سترفض ما كتبته لك ليس رفضا ولكني أردت أن أطرح مواضيع جديدة تقصد أن مواضيعي أنا قديمة؟ أبدا ولكنك تعرف أني مهتم بقضية السنة النبوية والحفاظ عليها أنت لم تغير الموضوع فقط بل غيرت أيضا أسلوب الخطاب الديني المعتاد رأيت أن الأسلوب الجديد أكثر تأثيرا وإيجازا هذه بدعة بل تجديد وتطوير وهل يحتاج الدين إلى تجديد؟ الخطاب الديني هو الذي يحتاج إلى التجديد من أنت حتى تجدد؟ كم عمرك؟ قل لي أعلم أنني في مستهل شبابي ولكنني أحاول قدر استطاعتي لن تستطيع أن تخدعني أكثر من ذلك ولن أثق بك بعد اليوم يا شيخانة ألن تصعد المنبر؟ أين ذهب الناس يا خالد؟ ذهبوا لمحمد ابن إسماعيل البخاري أين؟ يخطب الجمعة في المسجد الذي على أطراف المدينة ولكنه مسجد بعيد جداً كيف تركوا القريب وذهبوا للبعيد؟ قلت لك إنه خدعهم بإسلوبه الجديد إنه مسجد صغير لن يسعى هذا العدد الكبير سيفترشون الطرقات كعادتهم في كل خطبه كأنه سحرهم يا مولانا ليس سحراً يا خالد يبدو أنه قد حان وقت التجديد والتطوير كما يقول التلميذي محمد ابن إسماعيل شفاك الله يا شيخي الجليل شكراً يا محمد على زيارتك ليه هذا واجب نحوك وأرجو أن تكون قد سامحتني بل أنا الذي أرجو أن تكون قد سامحتني يا محمد سأسمح لك بالعودة للخطابة في المسجد الكبير ولكن هناك شيء أهم من ذلك وما هو؟ أنت موهوب في سرعة الحفظ وجاد في طلب العلم وعليك أن تتلقاه ممن نبغ فيه من تقصد بالنابغين؟ الشيخ البيكندي البيكندي؟ إنه كبير علماء بخارة نعم ستجلس بين يديه وتتزود من علمه وهل يعرفني؟ أنا حدفته عنك ويريد أن يراك قضيت سنة كاملة تلميذاً للشيخ البيكندي تعلمت منه الكثير وقد أعجب بقدرتي على الحفظ وكان يطلب مني أن أراجع كل ما يكتبه لقد انتهيت من مراجعة ثلاثة فصول من الكتاب يا شيخنا وما لي أشعر ببعض الحرج في صوتك؟ إني أستحي منك وجدت بعض الأخطاء في الأحاديث النبوية التي استشهدت بها أخطاء كثيرة؟ حوالي مئة خطأ يا الله لقد صححتها على استحياء شديد يا محمد من فينا الذي يستحي من الآخر؟ أنا الذي أخطأت أم أنت الذي تصحح أخطائي؟ أنا التلميذ وأنت الأستاذ اذهب وأكمل التصحيح وعد إلي بالكتاب مصححاً كاملاً قريباً إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد وزادك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سليم بن مجاهد ها أنت قد عدت من سفرك الطويل آه سمعت عن كتابك الجديد لن أستطيع أن أعطيه لك قبل أن يراجعه تلميذي محمد بن إسماعيل تلميذ لك يراجع كتابك والله يا شيخ سليم إنه معجزة علمية بكل المقاييس تصور أنه يحفظ سبعين ألف حديث نبوي سبعين ألف بنصوصها وأسانيدها وما هو صحيح منها وما هو حسن وما هو ضعيف وما هو موضوع أيها الشاب هل تعرف أين منزل محمد ابن إسماعيل البخاري؟ نعم أعرفه ولكن من تكون؟ أنا سليم بن مجاهد الشيخ سليم؟ أتعرفني؟ ومن في بخارة كلها لا يعرفك من سوء حظي أني لم أرك من قبل لأنني كثير الأصفار أنتقل من بلد إلى آخر لطلب العلم ولماذا تسأل عن محمد بن إسماعيل؟ حدثني عنه الشيخ البيكندي فأردت أن أتعرف عليه أنا محمد بن إسماعيل أنت؟ كيف؟ لم يقل لي إنك شاب صغير هكذا لست صغيرا لقد تجاوزت عاني السابع عشر سبحان الله شاب في سنك ويحفظ سبعين ألف حديث ويراجع كتب أستاذه؟ اسمع لا بد أن تساعدني أنا الآخر وفيما أساعدك؟ أرهقت نفسك يا بني أوشكت على الانتهاء من مراجعة الكتاب يا أمي كتاب الشيخ البيكندي أم كتاب الشيخ سليم؟ الكتابين معاً كيف استطعت أن تفعل ذلك؟ خشيت أن أنشغل بكتاب الشيخ سليم عن كتاب أستاذ البيكندي فيغضب أستاذي وهو الذي عرفني على صديقه الشيخ سليم ولماذا لم تنتهي من كتاب البيكندي أولاً؟ لأن الشيخ سليم سيسافر قريباً ويريد أن يأخذ معه الكتاب آه لهذا تنام ثلاث ساعات فقط كل يوم أتعبت نفسك يا ولدي نعم لقد تعبت ولكنني استفدت كثيراً من علم الشيخين كما أنني سعدت بثقتهما بي وقد زادني ذلك ثقة بنفسي هذا هو كتابي الجديد تعال يا محمد أستاذي لولا محمد بن إسماعيل ما خرج الكتاب بهذه الدقة العلمية والمراجعة الصحيحة عفواً يا شيخانة ما فعلت إلا القليل بل فعلت الكثير يا محمد لقد كنت أهابك كلما تدخل علي وأخاف أن أخطئ في وجودك وكأنك أنت الأستاذ وأنا التلميذ والله ما رجعت كتب شيخنا طلباً للسمعة أو الشهرة بل فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وأنا أيضاً يا محمد أعترف بفضلك علي ابتغاء وجه الله فعلى المسلم دائماً أن يعطي كل ذي حق حقه يا أمي أضعت علينا فرصة الحج؟ والله يا أحمد لم أستطع أن أترك زينب ابنة خالتي مريضة وأسافر أنا للحج حسناً فعلت يا أمه كيف؟ إنها لم تحج من قبل والآن لا تدري متى تتاح لها مصاريف الحج مرة أخرى الله سيعودني خيراً إن شاء الله انظر يا أحمد من الطارق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهذا منزل اسماعيل البخاري؟ أنا ابنه من أنت؟ صديق قديم لوالدك كنت على سفر طويل ومات هو وأنا في السفر رحمه الله والدك كان قد أقردني مبلغاً كبيراً من المال وضعته في تجارتي وها أنا الآن أعيده إليكم مضافاً إلي أرباحه عبر كل هذه السنين سبحان الله من الذي حملك على هذا؟ ونحن لا نعلم شيئاً عن هذا المال أنت لا تعلم ولكن الله يعلم الله الذي أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلئه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمي إنه مبلغ كبير جداً ألم أقول لك إن الله سيعودنا خيراً الحمد لله رب العالمين نستطيع الآن أن نحج بيت الله الحرام يا سالم أتترك المصحف وتقرأ في كتاب عادي؟ ولم لا؟ إن طلب العلم فريضة ألم تقرأ قول الله وقل رب زدني علماً صدق الله العظيم وقول رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يعلمه الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقه في الدين حقاً هكذا قال رسول الله جزاك الله خيراً يا أخي جزانا وجزاكم إن شاء الله من أنت؟ ألا تعرف الرجل؟ إنه أبو بكر ابن عبد الله بن الزبير يا الله حفيد السيدة أسماء وحفيد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي عن الصحابة يا أجمعين والله يا سيدي منذ وصولي مكة وأنا أتمنى لقاءك فمن أنت إذن؟ أنا شاب من بخارة أهتم بجمع الأحاديث النبوية الشريفة بخارة؟ وهل تعرف محمد ابن إسماعيل البخاري؟ وهل تعرفه أنت يا سيدي؟ سمعت عنه كثيراً قال لي الشيخ سليم بن مجاهد إنه راجع كتابه الأخير وإن له قدرة عجيبة على حفظ القرآن والسنة يا سيدي أنا محمد بن إسماعيل البخاري مرحباً يا محمد ما كنت أظن أنني سألتقي بك صدفة في مكة هذا من حسن حظي يا سيدي قال لي شيخ سليم إنك مهتم بالأحاديث النبوية نعم جمع الصحابة القرآن الكريم ولم يجمعوا الحديث الشريف وأرى جمعه الآن ضرورياً للحفاظ على السنة كمصدر ثاني للتشريع علماء كثيرون حاولوا جمع الأحاديث النبوية ولكن حتى الآن لم يظهر كتاب جامع شامل للأحاديث صحيحة أنا أحلم بتأليف هذا الكتاب وأنت في هذه السن الصغيرة سن الصغيرة ستمنحني القوة والوقت الطويل لإنجاز هذا المؤلف الكبير نعم نعم وأشعر أن الله قد وهبني ملكة الحفظ السريع حتى أكون أهلاً لهذه المهمة الصعبة عليك إذن أن تبقى في مكة فمن أرض النبوة ستكون بدايتك تريد أن تبقى في مكة نعم يا أمي حتى ألتقي بكبار رواة الأحاديث النبوية الذين سمعوها مباشرة من التابعين وماذا تقصد بالتابعين؟ الذين سمعوا الأحاديث مباشرة من صحابة رسول الله وقد سمع الصحابة الأحاديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فائدة كل ذلك؟ فائدته أني سأجمع الأحاديث الموثوق في صحتها ومن رواتها الموثوق في أمانتهم وصدقهم وكم ستبقى في مكة؟ لا أعلم حتى الآن ربما سنة أو سنتين أتتركني سنتين يا محمد؟ والله يا أمي ما أريد فراقك ولكنه طلب العلم وأداء الرسالة يا محمد رسالتك هذه ستحتاج إلى مال وفير سنعطيك كل ما لدينا الآن وعندما نصل إلى بخارة نبيع الحديقة ونرسل إليك بثمنها لا يا أحمد لا تبع شيئا سيكفيني القليل من المال بإذنه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ محمد الأزرقي نعم أنا أرسلني إليك سيدي أبو بكر بن عبد الله بن سبير ومن أنت؟ محمد بن إسماعيل البخاري أنت محمد البخاري؟ لقد حدتني عنك أبو بكر وظننتك أكبر من ذلك سأكبر بعلمي إن شاء الله قال سيدي إنك ستساعدني في مهمتي التي بقيت في مكة من أجلها فأنت صاحب كتاب تاريخ مكة وتعرف الكثير عن الصحابة والتابعين ورواة الأحاديث الشريفة ولماذا تهتم بهذا التاريخ تحديدا؟ أريد أن أؤلف كتابا أجمع فيه الأحاديث الصحيحة أنت تؤلف كتابا عن الأحاديث الشريفة؟ نعم هذا هدفي الأكبر وهل تعلمت الأحاديث قبل أن تفكر في جمعها؟ ماذا تقصد يا شيخانا؟ عليك أولا أن تتعلم فقه الحديث وأن تفهم نصوص الأحاديث النبوية قبل أن تجمعها وهل سيساعدني ذلك في جمعها؟ بالطبع كيف ستتحقق من صحة الحديث دون أن تفهم معناه؟ اذهب وقل لأبي بكر لا يسبق الحصاد الزرع لا يسبق الحصاد الزرع الأزراقي قال لك ذلك نعم وفهمت معنى رسالته إنه يراني أصغر من أن أؤلف كتابا أصغر من أن تؤلف كتابا مهما كهذا ولكني أحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية يا محمد عليك أولا أن تتعلم فقه الحديث ومن يعلمني؟ الشيخ الأزراقي نفسه إنه أفضل من تخصص في هذا العلم في مكة بل في الحجاز كله وهل أعود إليه بعد أن وبخني وأشعرني بقلة قدري؟ من أراد العلم لا يلقي بالا لهذه الصغائر والشيخ الأزراقي يبدو في البداية معلما قاسيا ولكنك مع الوقت سترى فيه جانب الليني والحب والمعاونة قبل غزوة بدر سافر حذيفة بن اليمان ومعه صديقه أبو حسيل من مكة إلى المدينة وفي الطريق قبض عليهم جماعة من كفار قريش وسألوهما هل تسافران إلى المدينة لتنضم إلى محمد في حربه علينا؟ فأجاب حذيفة لا نقصد محمدا بل نقصد المدينة نفسها فقال زعيم الكفار هذا عهد بيننا وبينكما نخلس بلكما بشرط ألا تحاربونا مع محمد ولما التقى حذيفة بالرسول في المدينة وقص عليه ما حدث قال صلى الله عليه وسلم نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم ها ماذا يعني ذلك؟ تفضل يعني أن النبي سمح لهما بعدم الاشتراك في غزوة بدر حتى يفيا بعهدهما مع المشركين وماذا نتعلم من هذا؟ نتعلم أن الإسلام يوصي بالوفاء بالعهد حتى لو كان مع غير المسلم فكان جيش المسلمين وقتها ثلاثمائة وثلاثة عشر مقابل ألف مقاتل في جيش الكفار ورغم ذلك استغنى الرسول عن مقاتلين اثنين حتى يفيا بعهدهما مع عدوه أحسنت ونتعلم أيضا أن الإسلام كأمة يحترم العهود التي قطعها الفرد على نفسه حتى لو كانت تتعارض مع مصالح الأمة فأمة الإسلام لا تلغي شخصية الفرد المنتمي إليها يا بخاري شيخنا ما زلت أذكرك أنت الذي أرسلك إلي أبو بكر بن الزبير نعم يا سيدي هل أقنعك بحضور مجلس علمي؟ قال إنك خير من تعلمني فقه الحديث وإني والله أتعلم منك الكثير لماذا إذن تجلس كل مرة في الصف الخلفي رغم أنك تأتي إلى المجلس مبكرا؟ حرجا منك يا شيخنا خاصة وأنا أصغر الموجودين أصغرهم سنا وأكبرهم عقلا وعلما أنا؟ نعم يا بخاري أنت أنجب تلاميدي وقد فهمت الآن سر طموحك الذي يسبق سنك قريبا جدا ستبدأ الكتاب الذي تسعى لتأليفه وأدعو الله أن أعينك عليه تتغيب عن مجلس العلم أسبوعا كاملا؟ والله يا شيخنا مررت بظروف صعبة أنت الذي صعبتها على نفسك لست أول من سرق اللصوص ماله وكيف عرفت؟ من جارك الذي تسكن معه سأضطر للعمل حتى أوفر مصاريف إقامتي ومعاشي أتضيع الوقت في العمل وتنشغل عن دروس العلم؟ ليس لدي حل آخر إذن تعمل معي أنا وسأوفر لك كل نفقاتك وماذا أعمل معك يا شيخنا؟ قلت لك إنك أنجب تلاميدي ستجلس بجواري في مجلس العلم وتكتب كل ما تسمعه مني حتى الأسئلة التي يسألها التلاميذ وردود الفقهية عليها ثم ماذا بعد؟ تساعدني في جمعها في كتيبات صغيرة نقوم بإعطائها لهم في نهاية كل شهر ولكني لم أتعود أن أخذ مالا مقابل أي جهد علمي لقد قلتها بنفسك يا محمد أنت في ظروف صعبة ما شاء الله يا محمد صرت الظراع اليمنى للشيخ الأزرقي في كل مجالس علمه وأبحاثه العلمية هذا من فضل الله يا سيدي والله لقد أفادني الشيخ أكثر مما أفدته لقد ساعدته في تأليف أكثر من عشرين كتيباً وانتفع بها طلاب العلم في مكة وخارجها وانتفعت أنا بها وستساعدني إن شاء الله في تأليف كتابي الذي سأجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة أما زلت تفكر في هذا الكتاب؟ والله ما نسيته طرفت عين ولهذا جئتك اليوم ماذا تقصد؟ أشعر أن مهمتي في مكة قد انتهت تريد أن تعود إلى بخارة؟ لا، سأرحل إن شاء الله إلى المدينة المنورة حتى تلتقي بعلماء الحديث هناك وأتعلم منهم كما تعلمت على أيديكم هنا في مكة سنفتقدك كثيراً يا بخاري لقد تركت أثراً طيباً عند معظم أهل مكة ستظل مكة وأهلها في قلبي دائماً وأدعو الله أن أعود إليكم قريباً نعم سيدي إبراهيم بن المنذر الأحاديث الصحيحة هي التي رواها أشخاص ناثق بعلمهم وأمانتهم بالطبع عليك إذن أن تؤلف مرجعاً يضم هؤلاء الرواه وتاريخهم وأهم ما اشتهر به تقصد أن أؤلف كتاباً عن أشهر رواة الحديث؟ قبل أن أؤلف كتاباً أجمع فيه الأحاديث نفسها؟ نعم سيساعدك هذا كثيراً في جمع الأحاديث الصحيحة يا محمد حسناً يا شيخنا سأبدأ ذلك على الفور ها وبماذا ستسمي هذا الكتاب؟ سأسميه التاريخ الكبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا إمامنا لماذا تجلس هنا يا محمد؟ أؤلف كتابي بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركاً به عليه الصلاة والسلام ولماذا تؤلف الكتاب ليلاً؟ لأنني مشغول طيلة النهار بدروس العلم وحين مصباحك لا حاجة لي بالمصباح إني أختار الليالي المقمرة لأكتب الكتاب فيها على ضوء القمر ها قل لي إذن إلى ما وصلت في الكتاب؟ رتبت أسماء رواة الأحاديث حسب الحروف الهجائية فإذا اشترك راويان في اسم واحد أبدأ بالذي في اسم أبيه محمد أو أحمد تبركاً باسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك ثم كتبت نبذة عن كل راو ونموذجاً لبعض الأحاديث التي رواها رائع، وهل تذكر الوظائف التي عمل بها؟ نعم، خاصة إذا عمل بالقضاء أو الولاية حسناً، وكم راوياً جمعت حتى الآن؟ أكثر من ثلاثة آلاف وأعتقد أن العدد سيصل إلى أربعة آلاف رجل وامرأة بإذن الله أما هذا الحديث فقد حدثنا به سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب، عن أبي حمزة ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يا شيخنا، إنها المرة الأولى التي تذكر لنا رواة الحديث بكنيتهم وليس بأسمائهم أردت أن أختبركم لأعلم هل تعرفون الرواة بالكنية كما تعرفونهم بالأسماء أم لا يبدو أن أحداً منكم لا يعرف أحداً من هؤلاء الرواة أنا أعرف ها؟ إذن قل لي من هم؟ سفيان هو سفيان الثوري حقاً وأبو عروة هو محمد بن راشد وأبو الخطاب هو قتادة بن رعامة وأبو حمزة هو أنس بن مالك سبحان الله، وكيف عرفت كل ذلك؟ لقد ألفت فيهم كتاباً جمع أربعة آلاف من رواة الأحاديث ماذا؟ أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟ نعم أنا يا شيخان الفريابي أرسل لي إبراهيم بن المنذر كتابك وقرأته ولكنه لم يذكر أنك في هذه السن الصغيرة لقد خشي أن ترفض لقائي عندما تعرف صغر سني وأخشى أنا الآن أن تغطر أنت بما حققته وأنت في هذه السن لا والله، لو اغتررت بنفسي ما قطعت هذه المسافة الطويلة لأتعلم على يديك يا شيخان ابني حبيبي، أوحشتني يا محمد، أوحشتني أنت أيضاً أوحشتني كثيراً يا أمه ماذا فعلت ولم تصلك النقود التي أرسلناها إليك؟ الحمد لله على كل شيء، عملت بالزراعة نهاراً حتى أوفر نفقات المعيشة ها، وهل استفدت من رحلة الشام؟ نعم يا أحمد، تعلمت الكثير على يدي الشيخ الفريابي وأصبحت مستعداً لتأليف كتاب الأحاديث الصحيحة لقد عدت لتوك من السفر، استرح قليلاً يا محمد لن أستريح قبل أن أطمئن على شيخي الجليل ومعلمي الأول محمد، الحمد لله أنني رأيتك قبل أن ألقى الله رب العالمين أطل الله عمرك، وأحسن عملك يا شيخنا تصلني أخبارك دائماً وأفخر أنك كنت واحداً من تلاميذي وما زلت والله تلميذاً لك قرأت كتابك التاريخ الكبير وأعجبت به كثيراً ولكن ماذا عن كتابك الآخر الذي ستجمع فيه الأحاديث النبوية الشريفة؟ سأبدأ فيه قريباً بإذن الله يا محمد، أوصيك بأن تخلص النية لله حتى يوفقك لهذه المهمة الصعبة إني أدعو الله ليلة نهار أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم وأعلم أنك كلما نجحت وتميزت عن أقرانك فستلقى من حقدهم وغلهم ما يعكر صفوك ويعترض طريق نجاحك ولكن لا تلقي بالاً لكل ذلك فما دام الله معك لا تخشف الحق لوم تلائم رحم الله الشيخ عبد الله والله يا أمي حزنت كثيراً لوفاتي وحمدت الله أني ودعته قبل أن يغادر دنيانا تلتقي به في الجنة إن شاء الله كنت أذهب كل يوم إلى ضفاف نهر الفرات أتزود من العلم وأطالع الجديد من الفقه الإسلامي تحت إشراف الإمام أحمد بن حمل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا إمامنا الجليل أراك تطالع واحداً من مجلداتي بارك الله فيك يا شيخنا لقد أستست مذهباً فقهياً ينهل منه كل طلاب العلم في كل مكان جعله الله في ميزان حسناتنا ما هذا الذي تأكله؟ بعض الكعكات البسيطة ولماذا هرستها بهذا الشكل؟ حتى أسفها سفاً فليس عندي أي وقت للمضغ يبدو أن دروس العلم أخذت منك كل وقتك نعم لقد بدأت في وضع الشروط التي سأضعها في كل حديث نبوي يضمه كتابي إن شاء الله وما هي أهم هذه الشروط؟ صحة المتن يعني نص الحديث وصحة السند يعني تمام ثقتنا في رواة الحديث والأهم من ذلك أن يكون الراوي عن شخص قد نقل عنه بالسمع المباشر تقصد أن يكون قد سامعه بنفسه وهو يروي الحديث؟ نعم يا شيخنا حتى نصل إلى الراوي الأول الذي سمع الحديث بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرط صعب جدا يا بخاري أعلم ذلك وسيجعلني أستبعد عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية المتداولة بين الناس ولكنه سيزيد كتابي مصداقية وهذا أهم ما أطمح إليه آه تأخرت عن درس اليوم يا بخاري عفوا يا إمامنا ولكني رأيت رؤية في المنام قمت بعدها حائرا مرتبكا أية رؤية؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله هذا فضل عظيم ففي الحديث الشريف من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي آه الحمد لله ولكني لا أفهم معنى الرؤية التي رأيتها وماذا رأيت؟ رأيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واقفا مع بعض أصحابه وأنا أقف بجواره أهش عنه الذباب المعنى واضح يا بخاري كيف يا إمام؟ تهش الذباب عن الرسول يعني تدفع عنه الكذب الذي يدعيه بعض واضع الأحاديث الكذبة ويفطرون على الرسول بما لم يقله تقصد أنني بجمعي للأحاديث الصحيحة وتحر الصدق فيها واستبعاد الأحاديث الموضوع أمنع الكذب عن الرسول؟ بلا شك فإنها رسالة مهمة وضرورية ليتني أستطيع أن أتمها على خير ستفعل إن شاء الله ما دامت نيتك خالصة لوجه الله وهل ستساعدني في رحلتي إلى البصرة؟ وماذا ستفعل هناك؟ أتحقق من حديث نبوي قبل أن أضمه إلى كتابي تسافر من بغداد إلى البصرة لتتحقق من حديث واحد هذا من تفسير رؤياي يا إمام حقاً؟ وكيف أساعدك؟ ترشدني إلى عنوان الراوي الذي روى هذا الحديث تعال أيها الحمار الشقي أتريد الهروب مني؟ أتظن أنك قادر على الإفلات من قبضتي؟ هذا هو الرجل الذي جئت تبحث عنه أشكرك يا أخي هيا، هيا أيها الحمار لقد أعبدت لك الطعام في حجري هيا لتأكل ثم تنام آه، ها أنت قد عدت إلي بقدميك أدخل إلى البيت سبحان الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبدو غريباً عن المدينة نعم، أتيت من البصرة لأتحقق من حديث شريف رويته أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أي حديث؟ قبل أن أجيبك، أريد أن أعرف منك كيف أعدت الحمار إلى المنزل؟ أفهمته أن بحجري طعاماً حتى يعود إلي أو تجذب عليه؟ إنه حمار، ولن يلطيعني إلا بهذه الطريقة لا والله، لو أحببت الحمار وأطعمته لأطاعك صاغراً، ولم يفكر في الهروب منك لقد أوصانا رسول الله بالرفق بالحيوان فقال صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دعك من حماري ومشاكله، قل لي أي حديث جئت تسألني عنه؟ عفواً، لن أستطيع أن أصدقك في حديث رويته عن رسول الله وأنت تكذب على حمارك ها؟ حماري؟ تفضل يا بخاري، لقد راجعت بنفسي كل ما كتبته أنت في كتابك الجامع الصحيح حتى الآن وما هي ملحوظاتك يا إمامنا؟ ملحوظات بسيطة تتعلق كلها بالجوانب الفقهية لبعض الأحاديث التي أوردتها في كتابك بالطبع، فأنت الإمام بن حنبل صاحب أشهر مذهب فقهي على وجه الأرض صاحب أشهر مذهب فقهي استفاد كثيراً من كتابك، وما زلت في العقد الثالث من عمرك هذا تواضع كبير منك بل هو الحقيقة بعينها، ولكن قل لي، لماذا استبعدت حديث الرقية من كتابك؟ أي حديث؟ عن محمد بن عبد الله، عن المطلب، عن أبي هريرة، قال دخلت على السيدة رقية زوجة عثمان بن عفان يا إمامنا، ماتت السيدة رقية أيام غزوة بدر، وقد هاجر أبو هريرة من مكة إلى المدينة بعد ذلك بخمس سنوات، فكيف يكون قد دخل عليها؟ حقاً، هذا مستحيل ولهذا استبعدت الحديث، رغم أني أراه حسناً في معناه لهذا الحد تتحرى الدقة يا بخاري، يعني ذلك أنك درست التاريخ جيداً قبل أن تجمع الأحاديث كان لابد لي من ذلك، ولهذا ألفت كتابي التاريخ الكبير، قبل أن أبدأ في كتابي الجامع الصحيح يا إمامنا، جاءتني دعوة من بعض علماء خراسان لزيارة المدينة أنصحك ألا تزورها الآن لماذا؟ قامت هناك فتنة كبيرة بين العلماء حول تفسير معنى القدر وأرجو أن تبتعد بنفسك وعلمك عن كل فتنة نعم، سأفعل ابق معنا في بغداد حتى يستفيد الناس من علمك لقد مرضت أمي، وأريد أن أطمئن عليها كنت سأمر على خراسان قبل عودتي إلى بخارة آه، إذن هي لحظة الوداع التي كنت أخشاها يا بخاري على أمل لقاء قريب يا إمامنا فوالله ما تعلمته منك يفوق كل ما تعلمته من غيرك في كل أسفاري السابقة بل أنت تلميذي الوحيد الذي تعلمت منه ما لم أتعلمه من بعض أساتذتي أستودعك الله يا صديقي العزيز عدت إلى بخارة بعد أيام قليلة من وداعي للإمام أحمد بن حنبل في بغداد كنت قد اشتقت كثيراً إلى أمي وأخي ومدينتي كلها حمداً لله على سلامتك يا بني الأهم سلامتك أنت يا أمي أنا قد تحسنت كثيراً عندما رأيتك اشتد عليها المرض في غيابك يا محمد هذه المرة سأحاول أن أبقى معها وقتاً طويلاً حدثني عن أخبارك يا بني الحمد لله أوشكت على الانتهاء من نصف كتابي الجامع الصحيح لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تجربة المرض أشعرتني بضرورة أن تتزوج قريباً أخشى أن أموت وأتركك وحدك أطال الله في عمرك يا أمي استغل الإجازة لتتم زواجك يا محمد والحمد لله أن عروسك موجودة وفي انتظارك يا فاطمة أنت فتاة طيبة وعلى خلق ودين ولكني أشفق عليك من الزواج بي لماذا؟ إني أعطي معظم وقتي للعلم والتأليف وأسافر كثيراً في رحلات علمية أما التأليف فسأساعدك فيه وأهيئ لك الجو اللازم له والأصفار سأصحبك في كل أصفارك لن أدعك وحدك أبداً ولكن هذه مشقة كبيرة عليك سأنال جائزتها مقدماً سأكون زوجة العالم الكبير محمد ابن إسماعيل البخاري لم أصبح عالماً كبيراً بعد هذا توضع منك الناس كلها تراك كبيراً ولكن أمامي سنوات طويلة حتى أنتهي من تأليف كتابي الجامع صحيح أمامنا سوياً قلت لك لن أتركك أبداً يا لك من فتاة جميلة الروح والنفس شكراً وإن كنت تعلم أن في ضمي لهذا الحديث شراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به سبحان الله أتستخير الله قبل أن تضم حديثاً واحداً إلى كتابك نعم يا فاطمة هكذا تعودت أن أستخير الله في كل صغيرة وكبيرة هو حديث واحد ولكنه ربما يبقى في الكتاب آلاف السنين لهذا أراك تستبعد من الأحاديث أكثر مما تضم الأمانة العلمية تحتم علي ذلك ولماذا استبعدت هذا الحديث الذي كنت ستضمه بالأمس رغم أنه توفرت فيه كل الشروط التي وضعتها لصحة الحديث توفرت فيه أربعة شروط من خمسة فقد وجدت كلمة في نص الحديث منصوبة بالفتحة وهي فاعل يجب أن يكون مرفوعاً بالضمة وهل هذا يجعلك ترتاب في صحة النص؟ طبعاً فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أبداً يقع في أخطاء نحوية عندما يتكلم ربما الذي أخطأ من نقل عن الرسول؟ هذا ما جعلني أستبعد هذا الحديث فما دام الراوي قد أخطأ في النحو ربما أخطأ في نقل الحديث نفسه وغير في نصه من الذي دعاك إلى زيارة مصر؟ الإمام سعيد ابن أبي مريم وهو من كبار العلماء المهتمين بفقه الحديث النبوي ومتى ستسافر؟ بعد ثلاثة أيام إن شاء الله سأتي معك ولكن يا فاطمة عهدتك قبل زواجنا أن لا أتركك وحدك أبداً ستكون الرحلة شاقة سأزور مدينة القدس قبل أن أصل مصر القدس كم أشتاق إلى زيارتها وأنا أيضاً منذ زمن طويل وأنا أحلم بالصلاة في المسجد الأقصى ها نحن حققنا حلمنا وصلينا في المسجد الأقصى الحمد لله رب العالمين سمعت أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه ما عدى المسجد الحرم والمسجد النبوي نعم فهو أول القبلتين وثالث الحرمين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ولماذا عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات السبع من المسجد الأقصى بالذات حتى تكون رسالة إلى كل المسلمين في كل زمان ومكان القدس مدينتكم فحافظوا عليها كما أن القدس هي المدينة التي بارك الله فيها وبارك كل الأماكن حولها وأين عسقلان يا محمد؟ إنها مدينة ساحلية في فرستين بالقرب من غزة ولماذا اخترتها لتكون وجهتنا القادمة بعد القدس؟ لأن فيها الإمام آدم بن أبي إياس وهو من خيرة علماء الأرض وعرف بدراسته العميقة لعلم الحديث النبوي هل يعرفك؟ نعم قرأ كل مؤلفاتي تقريباً وسيعرفني ببعض أشهر رواة الحديث في فلسطين مما سيساعدني على الانتهاء من جزء مهم في كتابي الجامع صحيح الإمام البخاري إمامنا آدم بن أبي إياس بل أنت إمامنا يا بخاري عفواً يا إمامنا لقد تعلمت منك الكثير دون أن أراك وأنا أيضاً قرأت لك الكثير دون أن أراك وهذا ما جعلني أصر على دعوتك إلينا في عسقلان هذا شرف لي بل شرف لنا جميعاً طلاب العلم في انتظارك الليلة في مسجد المدينة الكبير لينهلوا من علمك الغزير وهرت تبت لي لقاءات مع رواة الأحاديث التي ذكرتها لك نعم أعلم أنك جئت تستوثق من صحة هذه الأحاديث الشريفة حتى تضمها إلى كتابك الجامع وهكذا نتأكد من أهمية السنة النبوية كمصدر تشريع ثاني بعد القرآن الكريم من لديه سؤال لشيخنا فليرفع يده تفضل أنت أولاً تقول يا شيخنا إن السنة هي مصدر التشريع الثاني ولكن كيف نتأكد من صدق ما ينقل إلينا عبر أحاديث المفترض أنها قيلت على لسان النبي والنبي نفسه كان قد أمر أصحابه أن يمزق كل ما كتبوه على لسانه وكيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك هذا في حد ذاته حديث نبوي لماذا صدقته هو فقط وشككت في سائر الأحاديث يا سبحان الله إجابة ذكية نعم والله لو صح هذا القول عن الرسول فسيكون السبب في أمره بالتخلص من الأحاديث المكتوبة هو عدم انشغال الصحابة عن حفظ القرآن بحفظ السنة أما وقد حفظ الله قرآنه إلى يوم الدين فقد آن الأوان لكي نحفظ نحن السنة ونستوثق منها جوعان بشدة صرت يومين لم يدخل جوفي أي طعام ولم أجد أمامي سوى شيء واحد يمكن أن ينقذني من الموت جوعان ماذا تقول يا حمزة؟ أقول لك ما رأيته بعيني يا شيخنة خرجت من صلاة الفجر فرأيت الإمام البخاري يأكل من ورق الأشجار يعني ذلك أنه جوعان وليس لديه طعام ويعني أيضا أنه ليس لديه مال ليشتري به طعاما لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخنة لا بد أن نجمع له مبلغا من المال يكفيه بقية سفره من فلسطين إلى مصر ولكنه عزيز النفس وسيرفض أي تعطية وهل سنتركه على هذه الحال؟ بالطبع له علينا أن نفكر في طريقة نوصل بها المال إليه دون أن نسبب له أي حرج سأذهب إلى صلاة العشاء هل ستتأخر؟ لا يا حبيبتي سأعود إليك بعد درس العشاء مباشرة محمد نعم نفذ كل الطعام الذي كان لدينا سأدعو الله أن يفك كربنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب سبحان الله إنها سرة نقود سرة نقود؟ نعم وبها ثلاثمائة دينار الحمد لله رب العالمين ولكن من أين جاءتنا؟ يبدو أن أحدهم قد شعر بحلنا ورماها إلينا من تحت الباب ولكني كنت حريصا على أن لا أظهر أي افتقار إلى أحد افتقرت إلى الله فرزقك الله مسافة قليلة تفصلنا عن مصر يا فاطمة أراك تحب مصر كثيرا رغم أنك لم تزرها من قبل ظللت في اشتياق إليها سنين طويلة بلد خير وأهلها أهل خير وجندها من خير جند الله في الأرض وبأي علماء ستلتقي فيها؟ ألتقي إن شاء الله بأبي صالح كاتب الليث بن سعد الليث بن سعد؟ راوي الأحاديث النبوية الشهير؟ نعم كان الليث من الرواة الموثوق بهم وكان أبو صالح يكتب كل ما يرويه وسأراجع معه بعض الأحاديث التي سأضمها إن شاء الله في كتابي الجامع الصحيح سمعتك تذكر عالما مصريا اسمه سعيد بن أبي مريم نعم إنه واحد من أكبر علماء الإسلام في العالم كله سألتقي به في مصر وسأكون حريصا أيضا على لقاء أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي النسائي إنه أيضا من أشهر رواة الأحاديث النبوية أعرفت الآن يا فاطمة لماذا حرست على زيارة مصر؟ مرحبا بك في مصر يا شيخنا والله يا شيخ سعيد ما تصورت هذا الاستقبال الدافئ من مصر وأهلها مصر وأهلها يعرفون جيدا قدر الإمام البخاري ونحن أيضا في بخارة نعرف قدر كيان سائي وقدر الأحاديث التي رويتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كنا في انتظارك منذ شهور طويلة في الحقيقة يا أبا صالح لم أتوقع أن تطول زيارتي للقدس وعسقلان بالطبع فلسطين أرض بارك الله فيها وبارك ما حولها أجمل ما في زيارتك لنا أنك جئتنا مع اليوم الأول من رمضان واستطلعت معنا هلال الشهر الكريم فأل حسن إن شاء الله ستشاركنا في إحياء ليالي رمضان في مسجد عمر بن العاص تعني الدرس القصير بين صلاة القيام؟ بل يعني صلاة القيام نفسها ماذا تقصد يا شيخ سعيد؟ يقصد أنك ستأم المصلين في الصلاة وتقرأ القرآن بنفسك أنا؟ نعم، الكل هنا يعلم أنك من أعلم علماء الحديث الشريف ولكن قليلون من يعرفون أنك صاحب صوت عذب شجي وأنت ترتل القرآن هكذا صعبتم زيارتي لمصر زيارتك لمصر يا بخاري ستكتب في تاريخ مصر بحروف من نور إني أقضي طيلة النهار مع أبي صالح كاتب الليث بن سعد ومع النسائي أيضاً أراجع معهما بعض الأحاديث التي سأضمها إلى كتابي إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا النسائي ماذا ننتك تسبقني إلى الموعد؟ وجدتها فرصة كي أجلس إلى النيل يبدو أنك من المغرمين به أطول نهر في العالم وعلى دفافه قامت أول حضارة في التاريخ حسن، فلنجعل كل لقاءاتنا عنده جئتك اليوم بعشرة أحاديث أخرى جزاك الله خيراً، فلنراجعها معاً قل لي أولاً، كم حديثاً من الأحاديث التي راجعتها معي قد ضممتها إلى كتابك؟ حوالي ستة أحاديث ستة؟ تراجع معي أكثر من أربعمائة حديث قد رويتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تأخذ منها ستة أحاديث فقط تلك هي الأحاديث التي توفرت فيها الشروط يا شيخنا أية شروط؟ الشروط الخمسة التي وضعتها لاعتماد أي حديث أضمه إلى كتابي الجامع الصحيح تقصد أن الأحاديث التي رويتها أنا ليست صحيحة؟ عفواً يا شيخنا، ولكني ألزمت نفسي بهذه الشروط الصعبة منذ بداية تأليفي للكتاب إهدأ يا نسائي، لا أراك محقاً في موقفك من البخاري بعد كل هذا الوقت والجهد يأخذ مني ستة أحاديث فقط ماذا أقول أنا إذن؟ وقد أخذ مني ثلاثة أحاديث من مجموع مئتين كتبتها عن الليث بن سعد قل لي، متى سينتهي من تأليف كتابه المزعوم؟ بل قل لي كم حديثاً سيضم هذا الكتاب، إنه يسافر بين البلاد ويأخذ من كل بلد بضعة أحاديث لا غير ربما ضم كتاب البخاري أحاديث أقل في عددها من أي كتاب آخر ولكن كتابه بشروطه الصعبة سيكون أكثر مصداقية من أي كتاب آخر أنت تدافع عنه يا شيخ سعيد، لأنك أنت الذي دعوته لزيارة مصر والله ما ندمت على ذلك أبداً، ألم ترى كم سعد به أهل مصر؟ وكيف استفادوا من علمه وحرسوا على حضور دروسه وخطبه؟ ماذا بك يا محمد؟ منذ عدت من لقاء الشيخ النسائي وأنت شارد ومهموم أخشى يا فاطمة أن أكون قد أغضبته أو أحرجته مبارك ما جاءك يا أبا أحمد؟ جاء في ليلة السابع والعشرين من رمضان وأظنها ليلة القدر بإذن الله والله يا شيخنا، لن ننسى هذا العيد الذي شرفتنا فيه وأنا أيضاً لن أنسى هذه الأيام الجميلة التي قضيتها معكم في مصر من أول يوم في رمضان وحتى آخر يوم في عيد الفطر وكيف تنساها؟ وقد رزقت فيها بابنك أحمد سأذكره دائماً بأن مولده كان بمصر وسيحبها مثل ما أحببتها وإلى أين وجهتك القادمة؟ إلى بلخ إن شاء الله إذن تفضل يا شيخنا، هذه بعض الهدايا البسيطة من أهل مصر يا شيخ سعيد، ألا تكفي سرة النقود التي ألقيتم بها على باب منزلي؟ ها؟ وكيف عرفت أنها منا؟ ومن غيركم يقدم هذا المعروف الكبير؟ بل أنت الذي أزديت لنا أوفى جميل بأنزرتنا وأحييت لنا شهر رمضان بعلمك وإيمانك لا يكتب هذا الشهر في تاريخ مصر كلها وربما سماه المصريون لاحقاً رمضان البخاري مرحباً بك في بلخ يا إمامنا والله كنا في شوق إلى هذه الزيارة منذ سنوات بل أنا الذي كنت أشتاق إلى زيارة بلدكم ولقاء علمائها طلبت لقاء عدد من رواة الأحاديث وجميعهم في انتظارك الحمد لله، فأنا أريد أن أقطع شوطاً طويلاً في كتابي الجامع الصحيح هنا في بلخ كنا نظن أنك ستأتينا منتهياً من تأليف الكتاب وتترك لنا نسخة منه نستفيد منها جميعاً في الواقع لم أتصور أن يأخذ مني تأليف الكتاب كل هذه السنوات إذن عليك قبل أن ترحل من بلدنا أن تترك لنا شيئاً من ذكراك ماذا تقصد يا شيخانا؟ أتينا إليك ببعض طلبة العلم ونريد منك أن تملي عليهم حديثاً واحداً لكل راو أخذت عنه في كتابك حتى إذا رحلت عن بلدنا تركت لنا هذه الأحاديث نراجعها ونعمل به لا بأس سأملي عليكم حديثاً واحداً لكل راو بالفعل أمليت على طلبة العلم في بلخ حديثاً واحداً لكل راو ولم أكن أتصور ساعتها أن عدد الأحاديث التي سأمليها عليهم سيصل إلى حوالي ألف حديث لألف راو كم يفصلنا عن بلدنا يا أبي؟ قرابة اليومين يا بني لم أرى بخارة منذ مولدي وأنا أيضاً لم أرها منذ مولدك ظللت عشر سنوات متصلة في رحلاتي العلمية ولم تنتهي من تأليف كتابك حتى الآن أو شكت على الانتهاء منه بإذن الله هل ستسافر مرة أخرى بعد أن نصل بخارة؟ لا، ليس قبل أن أنتهي من تأليف الكتاب الكتاب الذي زرت من أجله كل دول العالم الإسلامي تقريباً خلال خمس عشرة سنة من عمرك وأعتقد أنه سيحتاج إلى سنة أخرى سأساعدك فيه حتى تنتهي منه ولم لا؟ فأنت الآن تحفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم ونصف الأحاديث النبوية التي ضممتها إلى كتابي الجامع الصحيح عدت إلى بخارة واستقبلتني أمي بشوق شديد بعد غياب عشر سنوات كاملة ووفى ولدي أحمد بعده لي وكان حريصاً على أن يساعدني في الانتهاء من تأليف الكتاب كنت أرى فيه حماسي وشغفي للعلم وأنا في مثل عمره أكثر ما كان يحزنني أن المرض كان قد اشتد على والدتي وكنت قد عاهدت نفسي أن أهديها أول نسخة من الكتاب فور انتهاء كتابي يا أمي الجامع الصحيح ها أنا أهديك أول نسخة منه بعد أن ظللت في تأليفه ست عشرة سنة كاملة وزرت فيها أكثر من نصف الأرض الحمد لله يا بني أن مد في عمري حتى رأيت كتابك بعيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله شيخنا الذهلي مرحباً يا مسلم وصل البخاري إلى نيصابور ملبياً دعوتك الكريمة الحمد لله رب العالمين استقبله عند مدخل المدينة أربعة آلاف رجل ركباناً على خيولهم أربعة آلاف هذا غير النساء والأطفال والشبان وكأنه استقبال الفاتحين نعم كتابه الجامع الصحيح أعلى من قدره في كل بلاد الإسلام وفتح له آفاق شهرة واسعة من منا لم يتمنى لقاء البخاري في يوم من الأيام على مهلك يا مسلم تتحدث عنه وكأنه واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فقط سعيد بوصول البخاري إلينا حتى ننهل جميعاً من علمه هذا عن أهمية الشروط التي وضعتها في كتابي لضم أي حديث شريف ومستعد للسؤال القادم ما رأيكم يا إمام في الفتنة القائمة حالياً في بلاد المسلمين هل القرآن مخلوق؟ أم أنه فقط كلام الله؟ يا إمامنا الذهلي أرى أن نتجاوز هذا السؤال لماذا؟ لأنه مرتبط بالفتنة كما يقول صاحبه أنا مصر على سؤالي ما رأيك يا شيخنا؟ أتجد حرجاً في الإجابة على هذا السؤال؟ لا والله فنحن جميعاً أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا إذن أنت تقول كما يقولون بأن القرآن مخلوق لا الإمام البخاري لم يقل ذلك ولماذا تدافع عنه؟ دعه يدافع بنفسه عن نفسه أنا لم أرتكب جرماً لأدافع عن نفسه بل وقعت في الفتنة مع من وقعوا عندما قلت إن القرآن مخلوق لا والله لم أقل إن القرآن مخلوق نعم الإمام البخاري لم يقل ذلك ما زلت تدافع عنه يبدو أنك أنت أيضاً ترى أن القرآن مخلوق مع كل هذه الاتهامات التي تكال لنا عن سوء قصد أنتم الذين تقصدون سوءاً وتحاولون أن تخفوه عن الجميع يا أخي هل اطلعت على قلوبنا؟ كلامك يفصح عما بداخلك يا جمال تأدب أنت تتحدث إلى إمامنا ليس إمامنا بل قل إمامك أنت يا مسلم حدث ما كنت أخشاه إنها الفتنة من جديد لقد كنا بعيدين عنها منذ سنين إذن أنسحب أنا فوراً من هذا الجدال كيف نفعل ذلك بضيوفنا؟ انتظر يا إمامنا انظر يا شيخنا لقد خرج مسلم خلف البخاري كلاهما خرج مهزوماً بعد أن كان المسجد يمتلئ بالمصليين انتظاراً لمجلس علمي صرت أنتهي من الصلاة وأتلفت حولي فلا أجد أحداً تقبل الله طاعتك يا إمامنا تقبل منا ومنكم يا شيخ مسلم أعلم أنك أقوى من هذه المحنة نعم بالأمس يستقبلني أهل نيسابور بالآلاف ثم ينصرفون الآن عن سماع دروسي هذا الاستقبال هو الذي أوغر الصدور وحرك الأحقاد فصدرت الأوامر إلى الناس بألا يحضروا مجلس علمك والله ما جئت إلى هنا طالباً شهرة أو زعاماً بل جئت داعياً إلى الله ورسوله كلنا نعلم ذلك ولكنها الفتنة يا إمامنا أراك الوحيد الذي تجاوزت هذه الفتنة وعصيت الأوامر وجئت لزيارتي لأنني أكثر من يعرف قدرك وصفاء نيتك أنت أستاذي من قبل أن أراك أنا أيضاً أحلم بأن أكتب كتاباً يضم الأحاديث النبوية الصحيحة ويعرف بين الناس بصحيح مسلم كما عرف كتابك بصحيح البخاري إنها مهمة شاقة يا شيخ مسلم أعرف ذلك وأعرف أيضاً أنك ستساعدني فيها أنا أخيرك الآن إما أن تحضر مجلس علمي أو تحضر مجلس علمي ألا وقت خيرتني فسوف أحضر مجلسه ظننتك أذكى من ذلك قريباً سيرحل البخاري إلى بخارة وستبقى أنت معي في نيسبور سيرحل البخاري ولكن الحق باق يا سيدي وقد علمتنا دائماً أن نقف إلى جوار الحق ونتمسك به سيرحل البخاري الإمام البخاري ما كل هذه الكتب يا شيخ مسلم هذا كل ما كتبته عن الشيخ الظهلي منذ بدأت حضور مجالس علمه وهل أمرك أن تعيد إليه كل ما كتبته عنه؟ لا بل فعلت ذلك من نفسي لما وجدته يفعل خلاف ما يقوله لنا لا يا أخي والله ما جئت إلى نيسبور لأفرق بينك وبين أستاذك أعرف ذلك ولكني أردت أن أسجل موقفي حتى يعلمه الجميع أعد هذه الكتب ولا تغضب شيخك فربما أدرك خطأه ثم عالجه يوماً ما استغفر الله العظيم وماذا عنك أنت يا إمامنا؟ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ماذا تقصد؟ غداً أرحل عن نيسبور بإذن الله كيف؟ وأنا لم أشبع من علمك حتى الآن أدعو الله أن نلتقي قريباً وتكون قد انتهيت من كتابك صحيح مسلم تصرعت يا محمد لا والله يا فاطمة الأمير أراد أن يعلم أبناءه تعاليم الإسلام وأول هذه التعليم ألا فرق بين أبناء الأمير وأبناء العامة هل لن يفهم الأمير ذلك؟ أنا أعمل بما قاله الله ورسوله وليس بما يفهمه الأمير انظر لابد أنهما من حرص الأمير أخشى أن يكون قد أرسلهما للقبض عليك كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الشيخ البخاري؟ نعم أمر مولانا الأمير بطردك من بخارة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف نطرد من بلدنا ودارنا؟ هذه أوامر مولانا ترحل عن المدينة قبل غروب الشمس وإلا قبضنا عليك وألقينا بك في السجن إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أقربائنا في سمرقند يا أحمد وإلى متى سنبقى معه؟ والله يا ابني لا أعلم لماذا لم تلتقي بالأمير وتوافق على مجلس علم خاص لأولاده؟ بعد أن أصدر الأوامر بطرده من المدينة كان سيتراجع عن الطرد إذا تراجعت أنت يا أبي عن موقفك تراجعه هو اعتراف بالحق وتراجعي أنا تخل عن المبدأ ستكون حياتنا صعبة في سمرقند يا محمد ستكون حياتنا أصعب إذا تهاولنا في مبادئنا وديننا يا فاطمة بالشفاء يا حبيبي اشتقت إلى لقاء ربي يا فاطمة كنت أتمنى أن ألقاه في رمضان وها نحن في أول العيد وتتركنا يا محمد نلتقي في الجنة إن شاء الله فهناك لا موت ولا فراق لا يا أبي ستظل معنا لن تتركنا وحيدين في هذا البلد الغريب كلنا غرباء في الدنيا يا أحمد ولن يؤنس غربتك سوى تمسكك بدينك بكتاب الله وسنة رسوله وأنت أكثر من حافظت على هذه السنة بكتابك الجامع الصحيح أدعو الله أن ينتفع الناس بما فيه ويبقى في ميزان حسناتي إلى يوم الدين كنت أتمنى أن تخرج معي إلى صلاة العيد وتخطب في الناس كعادتك بلغ من تراه عني السلام قل لهم إن البخارية قد سامح الناس في كل حقوقه عندهم ويدعو الله أن يسامحه الجميع غفر الله لك يا حبيبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبي أبي